اشتركوا في القناة نعم هذه سفق الجواب عليها وقلنا ان هذا الذي يفعل ذلك قد قتل نفسه وانه معذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالجا فيها مخلجا كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا حرم عليه لان الله قال لا تقتلوا انفسهم لكن هؤلاء الجهال الذين فعلوا ما فعلوا اذا كانوا جاهلين ويظنون ان هذا يقربهم الى الله عز وجل فاني ارجو ان لا يعدبوا بهذا العذاب لكن ليس لهم اجر لان ما فعلوه اثم لو تعمدوا ذلك لكن هم متأولون فيوفى عنهم ثم اننا لا نتدخل في النيات هل هذا لاجل ان تكون كلمة راهي العليا او انتقاما لانفسهم فقط ما ندري عنه هذا الشيء علمه عند الله لكن يجب ان نعلم ان نلاحظ الفرض بين من يقاتل العدو انتقاما وبين من يقاتل لتكون كلمة الله العليا من الذي في سبيل الله نعم من قاتل لتكون كلمة الله العليا اما من قاتل انتقاما لنفسهم من قوم اعتدوا عليه فهذا لا يكون مقاتل بسبيل الله لذلك يجب علينا ان نتعقل لان لا يقوتها النصر فان فوات النصر للامة الاسلامية التي تبدو ملايين الملايين على طغام من اليهود او الوثنيين او غيره اسبابها انهم ما مشوا على ما ينبغي اولا المعاصي عندهم كثير والاهمال كثير وتجد الواحد منهم يذهب مثلا يقاتل العدو لكنه ما يصلي هو نفسه لا يصلي فلا بد ان نجاهد انفسنا قبل كل شيء ونصحح مسيرتنا إلى الله عز وجل قبل ان نصححح ان نحاول تصحيح مسيرت غيره على كلها الجواب باختصار ان الانتحار حرام وان من فعله فقد قتل نفسه وعرض نفسه للعقوبة العظيمة انه يعده بما قتل به نفسه في نار جهنم خالد فيها مخلدا لكن من فعله عن جهل او تأويل فاننا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان لا يلحقه هذا الحقاب نعم